الله أكبر ولله الحمد في سبيل الله قمنا لبتغيرك عن اللواء فليعد للدين مجدد وليعد للأقصى عزه أو ترك من الدماء الله أكبر ولله الحمد اللي علينا يا بسير اللي علينا يا بسير اشتركوا في القناة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمتك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا على أسرى البواسل ونحيي أهلنا الذين جاءوا بجموعهم ليؤكدوا أننا في هذا الوطن وأننا في هذا البلد قضيتنا الأولى هي قضية الإنسان الذي يستمسك بدينه ويستمسك بتوابته ويستمسك بكتسه ويستمسك بوطنيته أهلا وسهلا بكم جميعا نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأجيبكم أنه رغم كل هذا الظلم الذي يقضعون به رغم كل هذه العتبة التي تسيطر عليهم ظلام يلفهم من كل مكان لا يرون النور لا يرون النور لا يرون النور إلا في محارب صلاتهم وهم يدعون يدعون بأن يتحرروا قريبا ليروا أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم أو على الأقل ليقرؤوا فاتحة على قبور أحبائهم إذا سألتموني كيف تركتم أسرى خلفكم نقول لكم تركنا أسودا يربضون خلف القطبان تركناهم لا يستجدوا أحدا لا يستجدوا أحدا لأنهم عرفوا أنه من الذل الإستجداء بمن لا يجيب ولأنهم عرفوا أنه من العز أن يستجدوا ويدعون من يجيب أن يدعو الله أن يفرج عنهم أمهات أمهات خلف القطبان ولدنا ولدنا خلف القطبان ولدنا أطفالا صغارا في داخل زنزارة وهنا مكبلات مكبلات ليس بقيتين ولا واحد بل بأربع مكبلات بأربع وهنا يلن نزعت الرحمة من قلوب بمن يدعون الديمقراطية والحرية نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء وهم يدعون أنهم يعملون في مؤسسات تأهيلية ولكن أقول لكم أيها الأحباب من أراد أن ينظر إلى غدر المحتل وإلى دناته فلينظر هناك خلف القطبان خلف الأسر فلينظر ماذا يفعلون بالأسرى فلينظر كيف ينكلون بهم في كل دقيقة وفي كل ثانية حرب شعواء مستمرة منذ أن يدخل الإنسان إلى خلف هذه القطبان وإلى أن يخرج لا تنتهي أبدا بعد أن سجنه وليس على السيارة استقبل ولديه ألفين في غرفة في زنزانة بعد عشرون عاما بعد أن أصبحوا يافعين بعد أن أصبحوا كبارا لم يدر ماذا يفعل صمت بدأ بضربهم يتحسس جنودهم يقول هؤلاء أبناء هؤلاء أبناء هؤلاء أبناء يذهب هناك يمينا وسمالا ولا يعرف ماذا يفعل هيا فرحة حزن أم فرحة فرح نموعة رسائل للقاصي والتاني وأبدأوها أولا أيها الحضور الكرام إننا في عرس كبير في عرس نصر وفي عرس حرية وكيف لا يكون عرس نصر ونحن نستقبل فيه أسيرنا البطل نصره وكيف لا يكون عرس حرية ونحن نستقبل فيه أسيرنا البطل ربيع لقد سمعت كلماتهم فهزتني من الأعماق وزادتني يقينا بأننا شعب قد نبتلى شعب قد يتألم شعب قد يضحي ولكننا في نهاية الأمر نحن شعب سينتصر بإذن الله أب العالمين كلماتك حرفا حرفا ولكم ذكرتني بتلك الصرحة التي ابتدت من سجن عكا في فترة الاحتلال الإنجليزي لفلسطين وها هي تلك الصرحة تدوي في سجن الرمل حتى سجن جنبوة حتى سجن نفحة أتدرون ما تلك الصرحة تلك صرحة تطعط الزير عندما قال بصوت يجلجل يا ظلام السجن خيم إننا نهو الظلامة ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى نعم